مبادرة لماذا مصر هي الأفضل دشن مجموعة من الشباب مبادرة لتنشيط السياحة في مصر جاءت تحت عنوان ويجبت الزباس لماذا مصر هي الأفضل وأعلنوا من خلال بيان صحفي أنه نظرا للأرقام الاستفزازية والتي شاهدناها في الصحف والمواقع الألكترونية عن المبالغ الكبيرة التي تم إنفاقها في التصويق الألكتروني بشتى أنواعه وتحديدا بعد صرف وزارة السياحة المصرية مبلغ 66 مليون دولار للترويج للسياحة داخل مصر دون جدوى فقد قرر مجموعة من الشباب المصري العاشق لترابي وطنه من المتخصصين في مجال السوشيال ميجيا بتدشين مبادرة جديدة جاءت تحت عنوان ويجبت الزباس لماذا مصر هي الأفضل للترويج للسياحة المصرية على مجال السوشيال ميجيا بطريقة عالمية مبتكرة دون هذه الأرقام الفلكية والتكلفة الضخمة والتي تعد إهداراً للمال العام يتعاهد هؤلاء الشباب بأن تكون المبادرة هي الأكثر فاعلية على المستوى العالمي وبأقل التكلفة حيث تتبنى المبادرة تدشين حملة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة أكثر من 50 دولة من دول العالم واستهداف مواطنيها لتوضيح المعالم الأثرية المصرية والرجع لاستفسارات السياح وشرح الأماكن الأثرية بالصور والفيديوهات أيضاً من خلال تواجد شباب الحملة بكافة أماكن الجذب السياحي للتعريف بها كما يؤكد شباب الحملة أن ما سيقومون به هي حملة عالمية بكافة المقاييس مثل حملات البراندات العالمية نرجع مرة تانية مع حضراتكم أو لماذا مصر هي الأفضل؟ دي مبادرة جديدة وبتتكلم طبعاً عن السياحة وبسعدنا أن احنا نلتقي مع الأستاذ أحمد العباسي مؤسس المبادرة ونعرف منه أكثر صباح الخير صباح الور وأهلا بك معي أهلا بك أهلا بك صباح الخير أحمد ليه مصر هي الأفضل؟ وعن لازم تبقى الأفضل طبعاً بكل المقاييس اللي حدين مصر أفضل لأنها هي أدم الحضرات مصر بقى لها 7000 سنة دا اللي الناس عرفها هي بقى لها 5000 سنة بس مش 7000 يعني الدكتور زيح حواز صحح المعلومة من 2014 إحنا أدم الحضرات اللي عرفت اللغة العربية قبل الحضرات العراقية ب300 سنة إحنا أطيب شعب إحنا أكرم ناس إحنا حاجات كتير قوي يعني مختلفين عن كل الشعوب إحنا اللي بنعرف نستابل الناس إزاي وإزاي نستابلهم إزاي نعمل معهم حسن وضيافة دي مصر فعلاً طيب طيب إيه الجديد في لماذا مصر هي الأفضل؟ والله هي مبادرة ماذا هي الأفضل هي بدأت بحاجة غريبة شوية هي يمكن كان فيها أخبار الفترة اللي فاتت ظهرت على السوشيال ميديا بتقول إن وزارة السياحة صرفت تقريباً 22 مليون دولار عشان تعمل مليون ونص لايك على الفيسبوك أو مليون ونص تفاعل عموماً طبعاً ده مبلغ كبير جداً 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 22 مليون دولار يعني أنت بتتكلم في مليار وحوالي 2 مليون مصري ده دلوقت يعني ممكن قدام تلاقي أكتر فلا أحنا مجمع من الشباب على السوشيال ميديا منها الناس مشهورة جداً وهي مسكة أكبر حاجات في مصر كمان تقريباً دلوقتي لا إحنا قررنا إن إحنا نوعد مع بعضه ونتفق إزاي جماعة لا المبلغ دي كبيرة إحنا ممكن نساعد الوزارة فإن إحنا ممكن نعملهم حاجات هم ما عرفوش يعملوها أو هي عندها ناس كفاءة بس هي مش عارفة تستغل الموارد كويس يعني إحنا بيدينا إن إحنا نعمل لهم حاجات بأقل التكاليف فإحنا قررنا إن إحنا حتى ما ننكلمش الوزارة ولا نعمل لا إحنا من نفسنا شباب نطلق الحملة ونشتغل مع نفسنا هتعملوا إيه في الحملة؟ هنعمل إيه في الحملة؟ أولاً إحنا هدفنا الأول إن إحنا نستهدف من 30 إلى 40 ألف سائح سنويا ده أول حاجة بدأنا بالفيسبوك بدأنا بإنشاء صفحة الصفحة طبعاً هتبقى عالمية هتبقى brand زي المركات العالمية بدون ذكر أسماء بدأنا بـ 1 like دلوقتي فيها حوالي 105 ألف الكلام ده فقالوا ثلاثة أسابيع تقريباً بره بيبقوا عايزين الحاجة الموثقة فبره بيحبوا العلامات الزرق اللي هتبقى على فيسبوك والحاجات دي فده إحنا في طريقنا إن شاء الله كمان يومين من ثلاثة الزرق زي ما علشة اللي أحسن تبقى official يعني انت تبقى معروف إن هي تبقى يعني حاجة رسمية مش بالظبط آه فإحنا إن شاء الله خلال يومين ثلاثة خلاص هنوسق إن شاء الله ده إحنا بدأنا بالفيسبوك بس لسه هنتجه لتويتر وإنستجرام حد ما في حاجة ناس ما تعرفهاش في حاجة اسمها فيكي فيكي ده بتاع الروس بس اللي هم أكتر ناس في مصر أصلاً بيجوا لكن ما حدش مهتمي ما حدش عرف إيه فيكي ده أصلاً أو ما حدش تغل عليه بس فده أول حالة فتب معلش يعني حضرتك ذكرت السوق الروسي وهم كده كده زي ما حيك بتقول هم أكتر سياح بيجولنا بزر ويمكن هم بيحبوا مصر جداً وإن شاء الله يعني السياحة الروسية تعود قريباً لمصر بإذن الله إحنا عايزين نعمل ماركتنج في أماكن تانية الناس ما تعرفش عننا حاجة يعني إيه إنت بتكلم اللي عرفنا بالزبط أنا عايزك تكلم اللي ما يعرفنيه لأ أنا عايز أقولك حاجة الأول أنا بتكلم اللي عرفنا لأن لما مثلاً حصلت مشكلة روسيا مع مصر إقام اللي فاتت الطيارة والحاجات دي إحنا معرفناش نقول لهم يا جماعة لا ما حصلش حاجة والدينية كويسة إحنا كل اللي خطبناه خطبناه أهم بالنسبة لهم حصل حاجة أهم بالنسبة لهم حصل طبع الوزارات اللي عندنا بيشتغلوا في ابتجاه وهم أصلاً الناس تانية بديقولوا في حاجة تانية خالص فعمرهم ما يشوفوا اللي إحنا بنقوله أهماني لكن إحنا رايحلهم لحد عندهم هناك من اللي ما وجاء إحنا جالنا لحدهم بنقول لكم إن لأ ما فيش حاجة في مصر في حاجات تانية ده شغل إحنا يعني إحنا بقالنا فترة إحنا شغلين شغل ناس كتير جداً ناس كتيرة في مصر هنا وخارج مصر كمان فإحنا عارفين إزاي نسوأ أو إزاي نوصل الحاجة أو إزاي نوصل المنتج للناس دي بس إحنا هدفنا إن إحنا نساعد طيب إنت هل تواصلتوا مع وزارة السياحة مع حيات طرشية السياحة عملتوا أي خطوة يعني إيجابية في الموضوع أصلاً إنت بشتدر تشتغل لوحدك وفي منظومة وفي سيستم محتوط لازم من خلاله تشتغل إنت ماشي بالسيستم اللي عايزين نعمل وموضرات جميلة جداً كل الناس بتعمل كده وإنا معاك مليون في المية وقف معاك مليون في المية لكن برضو محتاج إن أنا أنصق مع أجهز الدولة عشان أقدر أشتغل بقوة ساعتها بقى اللايك الزرقى دي اللي إنت عايزها دي هتجي لك عشرات أضعاف مش هي بس الهدف أنا عايز أقول لك حاجة يمكن ما حدش عارفها يمكن رئيس السيسي أول حد أول رئيس جمهورية في مصر بدأ حاجة يسمع تسويق لأن رئيس السيسي صفحته موثقة في عالم في الفيسبوك وهو الوحيد أو الواحد كان صفحته على السوشيال ميديا موثقة قبل كده ما كانش فيه رئيس جمهورية أصلاً مع أن الفيسبوك من 2004 فيمني فمحدش كان مهتم ولا حد كان يعرف لكن هو الوحيد اللي دخل العالم ده لأنه عارف العالم ده كويس في كل حاجة دلوقتي لكن إحنا بنتكلم إن الوزارة إحنا لا إحنا بنخاف نتكلم الوزارة وزارة تفكر نحن نقول عليهم إن هم سرئين أو عاملين لا لا بالعكس أنت بس قولهم أنا عندي فكرة كذا 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 وإنتوا يعني عايزين نتواصل مع بعض ونشتغل بالضبط شوف وقرب يعني مش هيقولك لا على فكرة أن الناس بتشتغل بتشتغل بس يعني في عندهم شوية بطء شوية يعني أنا ما ينفعش إن أنا أكلم ناس أجانب وأعمل صفحة كان في مبادرة من فترة لوزارة السياحة مثل آل يا This is Egypt فا يعني ما ينفعش إن أنا خاطب ناس بره بخاطبهم باللغة العربية على البيتش طب إنت هتخطبهم باللغة العربية هم هيقلوا اللغة العربية الفيسبوك بيترجم بس مش بيترجم حرفية مساعد بترجم غلق آه فإنت بتخطبهم بالعربي حتى تعليقات الناس على البيتش نفسها عندهم يا جماعة إنتوا بتخطبوا ناس بره إنتوا إزاي بتخطبوا بالعربي فاهمني؟ دي ممكن حاجة بسيطة من الحاجات السيئة تمام؟ لكن معلش أرجع الموضوع إن أنا أنا ممكن بالـ 20 مليار اللهم أصرفهم أنا ممكن بمليون واحد مليون واحد أوصل جنيه بقى ولا دولار؟ أي حاجة لا جنيه أنا جنيه بقش صرف لا 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 جنيه طبعا جنيه بس أنا بتكلم إن أحد الفيسبوك دلوقتي حوال عملاتي يعني بتشغل بالجنيه عادي لكن أنا بقول إن إحنا بمليون جنيه إحنا ممكن نوصل أضعاف 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 اللي الوزارة بتعمله أصلا دلوقتي تمام؟ كله اعتمادك على السوشيل ميديا؟ طبعا السوشيل ميديا هالسوق دلوقتي على فكرة يعني أنا عايز أقولك على كوكاكولا من فترة لا من غير مركات من فترة يعني حدم البرندات لغي إعلاناته على التلفزيون وقال أنا جماعة هنزل السوشيل ميديا السوشيل ميديا ده عالم واللي مش عارف كده أكبر مواقع دلوقتي بتكسب بالملايين من السوشيل ميديا عن طريق إعلانات أدسنس وحاجات كده تمام؟ الدولة ممكن تكسب طب قول لي إيه الأفكار اللي عندك كماركتنج يعني أنا ممكن أطلع أقول يا جماعة أنا عندي أفكار قاع أكسر الدنيا وديني مئة ألف جنيه بس وأنا زبط لك الدنيا مش مليوه طب إيه اللي يثبت إن أنا عندي فعلا أفكار؟ طب إيه الأفكار دي؟ طب هعمل إيه؟ هروح فين؟ هتوجه لمين؟ مين التارجد بتاعك؟ وهاقول لهم؟ يعني شرح لي أكتر وهتتكلم بالإنجليزي بس ولا هتجيل إجليزي وفرنساوي وصيني وياباني وهولندي وبولندي يعني إيه؟ تمام؟ جلوبل دي يعني صفحة جوا حوالي زي ما أنت عايز لحد مئة ألف صفحة تمام؟ كل صفحة بتطلع بلغة معينة للدولة معينة بتخطيبها بالطرقة بتاعتها تمام؟ دي حاجة اسمها جلوبل بتعمل في البرندات بس في مصر تقريبا مفيش غير ثلاثة أو أربعة هم اللي كده فعلا لأنهم بيجي قناة السويس الجديدة يعني قدروا فعلا أنهم يعملوها كده رغم أنها صعبة جدا إحنا عندنا الطرقة اللي بتعمل الحاجة دي كان واحد في مصر بس معانا في الحملة برضو اسمه بديان نصاري بدا ده هو أصلا بتاع الحاجات دي بس ده يمكن التاني أكبر حدا السوشيال ميديا تمام؟ فإحنا فعلا زي ما بتقولي إن إحنا فعلا آه إحنا هنخاطب كل جهة بلغتها تمام؟ يمكن إحنا بدأنا إنجليش عشان هي اللغة للسعيدة في العالم لا إحنا زي ما قلت لك إحنا دخلين على الفيكي لروسيا دخلين على تشاينة طبعا ما لاش ده ولا فيس ولا لا بالحاجات دي حاجة اسمها ويشيات بإيدة عندنا خلص لوحد عرفوه فكل حاجة أنت دخلها من ناحية معينة أنت داخل لكل سوء بالحاجة اللي هي أصلا هو بيستخدمها الأكتر بالضبط لا إحنا كمان بدأنا الحاجة يعني إحنا بدأنا بقطع السياحة إحنا مش هنقفع السياحة بس على فكرة إحنا بنقول وي يجيب تيزة بست إحنا بدأنا بقطع السياحة لكن إحنا عندنا هدف بعد تسعة شهور إن شاء الله بس لما يبقى فعلي إن إحنا نجيب فعلا أربعين ألف سياح لمصر داخلين في قطعة تانية إن إحنا هنسوق منتجات مصر المنتجات اللي هي زي الحملة طلعت صنعة في مصر صنعة في مصر هكت جميلة جدا على فكرة طبعا بس طلعت في التلفزيون أكتر ما طلعت على السوشيال ميديا ده عيب بارتو طبعا تيال بالضبط إحنا أشتر منكم إنتو إنتو أشتر مننا طلعتاشت إشتر زيوم استوى طلعتاس شوشيال ميديا أنا محدش شايف همان بتطلعوه برضو بتطلع لا على الفكرة في على شوشيال ميديا في صبحات كديرة معدية المية وخمسين ومتين ألف لا 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 هو بيتكلم على حاجة تانية اللي هو صنعة في مصر يتصدر للخارج إحنا بنتكلم على صنعة في مصر لوكل إن إحنا مصريين نستبدل إحنا نقول صنعة في مصر جواه مصر وصلت له الصفحة على فكرة يعني بدي عندنا خالص ويتواصل معانا وقال يا جماعة أنا معاكم من هناك لا مصرين في خارج مش عايز أقولك بس ديهم أي حاجة صغرنون كده بيعملوا كل حاجة الله رعزين نفسهم دول بيشوفوا الرئيس هناك بيجروا العربيات بس كده يمنيفهموا نفسهم فعلا يعملوا حاجة فمعليش يحترموا حتى أنت قلتها مئة ألف لايك ومية خمسين على فكرة مئة ألف لايك ومية خمسين مش حاجة ما نعرف بس كبداية مش وحش كبداية مش وحش بس وخصوناها جهود ذاتية من شباب صغرنون لسه بيبتدي بس أنا بكلم أنا معايا ناس بيتوصل لعشر مليون تنشر مليون خمسين مليون لايك احنا اشتغلنا فعلا يقولك احنا بدأنا فعلا عملتوا ايه وصلتوا لايه من ساعة ما اشتغلت احنا وصلنا لحد الوقت مية وخمسة الف لايك على موجهة لـ 48 دولة حتى الآن تمام كلها طلع انجليش داخلين على فيك ان شاء الله الاسبوع الجاي بإذن الله بعد كده هنخش على تويتر لان تويتر برا اكتر من فيسبوك احنا فيسبوك وفي العرب عندنا اكتر فتويتر برا اكتر فاحنا طلعين ان شاء الله على تويتر ثم على الانستجرام ده مالوش لازم انه بتاع رجال عمل بس ومش اكتر عن كده والتسجيل عليه بفلوس وحاجات كده لكن احنا على فكرة مندور في مصر على حاجات الناس ما شفتهاش قبل كده فهمني يعني يعني في محافظات في مصر فيها اثار البحيرة على فكرة محافظة البحيرة فيها اثار محدش عرفها في كومحامادة؟ انت هتعرف كومحامادة؟ في حيث تسمعي خربتها هناك في كومحامادة فيها اثار انا اسمع وانا صغير كان بقول ان فيه هناك السرداب لحد ابو الهول حاجات دي محدش عرف انا حاجة بس هايزين حاجات يعني موصقة معرفة اكيد حاجات دي عليها فيه جامع هناك اسمه ابو الهول ده هيقدام ده من نزارة الاثار مالفف عليه ويعني كوردون امني ومتحوق فيني كل حتة في مصر فيها خير يعني اه فيها حاجات جميلة جدا احنا ما نعرفش غير شارم الشيخ والغردقة وطابة وده لكن احنا عندنا لكن احنا عندنا خير في مصر بحال على فكرة الحاجة البسيطة الممشي في الشارع الريف ده الواحده ده اثار الريف المصر الواحده السياحة الواحدة بالظبط باليهز السياحة العتم تتوسائيه الجميزة والقعدد على فكرة احنا عاملين حاجة جوال حملة اسمها شم النسيم هنفكر بنيستك كانوا زمان بعمله ايه في شم النسيمi ودلوقت شم النسيمي عامل ازاي وا احنا حازين نجيب ناس اليوم ده فس واي دي في شم النسيم بس دا احنا في عياد شم النسيم بنقول ان احنا بنعيد احياء الاحتفالات اللي كانت موجودة احنا بنعامل زي ما كانوا بيعملوا بالضغط ونطلع عنيل ونأكل البيت بس انت قلت ان احتفالات بس احنا عايزين الناس تيجي تحتفق احنا مش هنقلد احنا عايزين الناس بس تيجي تفرح تعرف ان مصر مصر كويس على فكرة في حاجة الفيسبوك عملها في حاجة الفيسبوك عملها اللي هي تشيك ان اللي زهرت من فترة انت اامن اغو غير اامن دي مشكلة كبيرة جدا الناس مش ااخد بالها منها للأسف الناس عملتها وهي ده بتضر اكتر ما بتنفع بره شايف ان انت بتقول الحتة دي لو بس خلوك من حاجة الناس اخدت بالها فراحت قلبها عشان احنا شعب وعي احنا شعب مشكلة احنا على صفحة مارك اكتر حد المصريين بيعلقوا مارك لازم كل مؤتمر يقول لي يا جماعة في واحد مصري بيقول كذا ده في مؤتمراته فلا احنا فعلا نقدر نعمل حاجات كبيرة جدا انا اتمنى ان احنا نروح لوزارة السياحة او هيط انشط السياحة وانها تساعدنا او احنا نتمنىش بقى حرارتك تلجأ لوزارة السياحة رسمي وتروح لهم وتقولهم انا عندي افكار كذا كذا او احنا المجموعة بتاعتنا فيها كذا 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 ودي افكار مطروحة واكيد هيساعدوا الناس عايزة تعمل حاجة اصني على فكرة هما بالناس دي شغالة لهم نهار انها تعمل حاجة بس يمكن هي بس القليات شوية عندهم صعبة لانهم مش يعني معلش كل قطاع برضو مفوش يعني الشباب الشباب برضو قليلة في كل قطاع نا وفيه خبراء في السوشيال ميديا حتى لو كان يعني اي سن من الصغير لغاية الكبير فين يعني ناس الشركة اللي عملت لها مش شغالة على فكرة شركة اجنبية ناس رهيبة ناس رهيبة في السوشيال ميديا بس في كل مجال احمد احنا اسفين ان احنا نازم نخلص اللقاء لانه الوقت بتاعنا متاح احنا التشرفنا بيك ويا رب كده نشوف المبادرة بتاعتكو دي ان شاء الله شكرا لكم بالتوفيق باذن الله نشكر كل سادة المشاهدين التابعونا وان شاء الله بكرا لقائي فجدد ومصر جدد انتظر عليم وغم adviser